اقبال متزايد تشهده صلاة السورية للتجارة في محافظة درعا سيما مع افتتاح 17 منفذ بيعا للمواد المقننة في ارياف المحافظة الامر الذي كان له اثرا ايجابيا في تخفيف الاعباء على المواطنين بالنسبة للصالات خفف الضوء كبير عن المواطن وعبء السفر ومشقة السير وعن بيأخذ المواطن حصصوا من المواد التموينية بشكل منتظم الصلاة اللي بالريف كمان بيوفرنا على الضغط على المدن وشي تاني كمان اقرب لنا يعني منذ بداية العام الحالي تم افتتاح 17 منفذ لتوزيع المواد المقننة في مختلف القرى والبلدات في المحافظة الامر اللي كان له دور كبير بتخفيف الاعباء على الاخوة والمواطنين وزيادة عمليات التوزيع وتنشيطها حقيقة الإدارة أنجزت الكثير من العقود وزودتنا بمختلف المواد الغذائية وما زال التزويد مستمر تشكيلة سلعية متنوعة تلبي اهتياجات المواطنين وبأسعار مناسبة سعى فرع المؤسسة لتوزيعها في الصالات الرئيسية بعد إنجاز عقود توريد جديدة تشكيلة تقريبا 90% متوفرة ينقص للأزبون بهم المواد الأساسية ثم سمنا سكر زيت والله ما مقبول يعني بالنسبة للسوق في فرق يعني 20% نقص هذا السبب يخلينا نلجأ على السورية والمشترى من عندنا برغالي يعني متواضع السعر يعني رغم توفر تشكيلة سلعية إلا أن هناك مطالب بتوفير المواد الأساسية كالسموني والزيوت والسكر بالبيع المباشر في الصالات كل ما كانت السلع متوفرة بيخفر في كثير يعني قريت كون السلع كله متوفرة السمنة عندك الزيوت فيه مواد الحلاوة طحينة يطلق فيه مواد يعني لازم تكون موجودة نتمنى توفر السمن والزيت كمان بكميات عشان لكن برضو دولة عم أعتقد حسن مكانات الموجودة عم متوفر شيء اللي بطلع بيتها عليه تخصيص فرع درعا بحوالي 53 موظفا عبر المسابقة المركزية ورفض الفرع بسيارتين لنقل المواد خطوات من شأنها أن تدفع باتجاه تحسين واقع السورية للتجارة وتحقيق هدفها الأساسي فيما تبقى المطالب بضرورة تحقيق التدخل الإيجابي الصحيح بالمواد الأساسية فراس الأحمد لقناة سمع الفضائية محافظة الدرعا